فعل الكل الأنظار تتجه إلى مدينة العالمين حيث من المنتظر أن تكون جولة وزير الخارجية الأمريكي التي وصفها بالأمس بأنها قد تكون فرصة الجولة الأخيرة لحتى الآن لا توجد أي معطيات رسمية على الأقل خرجت من القاهرة قبل هذه الزيارة من المتوقع أن تكون الزيارة في حوالي الثانية عشر يعني بعد حوالي ثلاث ساعات من الآن وجد والزيارة سيكون لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم لقاء مع نظيره البصري دكتور بدر عبدالعاطي ومؤتمر صحفي وهناك حديث أيضا بأنه سيكون هناك لقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل بحسب ما علمنا بأن هذا اللقاء ربما يحمل أكثر من صعيد الصعيد الرئيسي والعنوان هي العمل كما حدث على بدار عشرة أشهر الماضية والكثير من الجولات وأخيرها جولة الدوحة في أن يكون هناك الحالة للموضوع المحتجزين بغض نظر عن ما تسرب من رفض الحماس ولكن هناك محاولة مصرية لأن يكون هناك سد الفوجوات كما يطلق عليها وطرح الضمانات على حركة حماس للمضي قدما في هذه الصفقة ربما العنوان الثاني أيضا الذي سيتم نقاشه باستفادة هو المتعلق بمستقبل معبر رفح ومحور فلاديلفي خصوصا بأن هناك إصرارا مصريا بأن يكون هناك انسحاب من جانب القوات الإسرائيلية التي سيطرت على المعبر وعودت المعبر والمحور إلى السلطة الفلسطينية أو إلى الجانب الفلسطيني أي مكان هذا الجانب وفقا لاتفاقية المعابر التي تم توقيعها عام 2005 كل هذه الأمور ستكون محل نقاش المؤتمر الصحفي قد تكون عليه الكثير من الإجابات هناك من يرى بأن نحن نتعامل الآن ربما في خلال الساعات هناك حديث بأن الوزير بلينكين قد يتوجه من العالمين إلى الدوحة أيضا في محاولة أخيرة لسد الفجوات ومحاولة الوصول إلى معادلة قد تقضي بنجاح هذه الجولة من المفاوضات